قدم ظهر اليوم الأمين التنفيذي لحوض بحيرة شاد سنوسي عمران حديثا صحفيا تناول فيهم مسألة الأمن والأوضاع التنموية التي تمر بها البحيرة أتبادل معكم مختلف المشاكل والقضايا التي تخص بحيرة شاد من أجل إيجاد حلول سريعة وناجعة تلبي هذه التطلعات والأعمال وكما تشاهدون بأن بحيرة شاد تقع شرق الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء وتحتل مساحة كبيرة وبها مياه غزيرة كما تعد رابع بحيرة إفريقية وثالث بحيرة في العالم إن بحيرة شاد منطقة إنسانية وبها تنوع بيولوجي فريد من نوعه تستفيد منه شعوب المنطقة وله منفع دولية إن بحيرة شاد مأهد إنساني ومعظم السكان فيه قرويون يمارسون أنشطة زراعية ورعوية وأكثر من ثلاثين مليون إفريقي تتعلق معيشتهم ببحيرة شاد أما في الجانب الأمني فإن بحيرة شاد سكانها عانوا الكثير من الجماعة المتطرفة بوكو حرام وسار الكثير منهم ضحايا الإرهاب وتشرد البعض وهاجر الآخر نتيجة لهذا الإرهاب بالإضافة إلى مشاكل الأمراض والمجاعة ولجنة حوض بحيرة شاد تسعى إلى تحقيق برامج تنموية لصالح هؤلاء السكان من أجل العيش الكريم وهناك عدد مشاريع نفذت وسنتابع نتائجها عن كثب ونسعى إلى تحقيق المزيد لشعوب المنطقة لقد قمت بتحقيق المزيد لشعوب المنطقة